السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم أمين وصفتنا النهاردة أو الفيديو النهاردة فيديو سريع وجميل لو عندنا التهاب في المفاصل لو عندنا التهاب في الركب أكلنا ما بقاش زي الأول في يعني ما بقاش فيه كيمة غذائية أصلا ودايما إحنا بنعمل المسكات بس وإحنا بنعمل المسكات بنقول لازم نغذي جسمنا من جوة وأنا مع الحاجات الطبيعية أي حاجة يدخل فيها المصنع أنا مش معاها تمام يعني بنحاول بقدر الإمكان طبعا الوصفة بتاعتنا النهاردة لجمال شعرك بشرتك للعضم تعالوا نشوف المكونات معانا أول مكون معانا هو الزبيب ممكن نحتاج الزبيب ممكن أي فاكهة مجففة التين ممكن كمان المشمش المجفف ممكن الأراسيا أي حاجة أي فاكهة عندك تكون مجففة ممكن نحتاجها يعني ممكن تكون بديلة للزبيب كمان ممكن البلحة تمام؟ ده الاختيارات ومعانا كمان هنا حب الرشاد حب الرشاد من الحاجات الجميلة جدا اللي الناس مش عارفة ليه دايما بت لا خطر مش عارف على إيه لا مش عارف إيه لا طبعا حب الرشاد مفيد جدا 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 بس طبعا لازم نخسله قبل الاستخدام غسلناه مو بيتبقى فيه شوية ماء نسيبه لأنه هو بيعمل حبة جيلاتين كمان ممكن نزود كمان بزور إشياء لو عندكم كمان هنحتاج الكاكاو المر أو الكاكاو الخام كاكاو الخام دايما بنصح به لأصحاب الشيب المبكر في نسبة نحاس عالية جدا جدا طيب هنعمل الوصفة ازاي بسرعة علشان ما نطولش عليكم هناخد يعني المكونات متساوية هناخد معلقة مثلا كبيرة من حب الرشاد لو عايزة تعملي المكونات دي بأكتر من كده يعني بتعود كتير جدا مش بيحصل لها أي حاجة وهحتاج معلقة من الفكهة المجفافة اللي أنا استخدمتها أنا هنا استخدمت الزبيب آآ طبعا هو رخيص والحاجة التانية أنا هو كمان مفيد جدا 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 وهاخد معلقة من الكاكاو المر أنا بصراحة بحبه فهاخد معلقة ونص كده تمام أنا اتكلم لو أنا بستخدم معلقة الأكل يبقى هو معلقة أكل لو انت بتستخدم معلقة صغيرة يبقى النسعب على قد المعلقة الصغيرة تمام هنقلمهم كده كويس جدا حب الرشاد الزبيب الكاكاو المر اللي مليان حديد مليان ماغنيسيوم مليان كمان نحاس يعني هايل جدا جدا للبشرة وهايل للشعر كمان أصحاب قلتلكم الشيب المبكر والشيب عموما لأنه بجد بجد حلو جدا بدل الشوكولاتات الملهاش أي صلة أصلا بالشوكولاتة تمام قال لبناهم كده مع بعض عندنا احنا ممكن ناخدهم كده ناخد معلقة كل يوم عندنا اختيارات آآ ممكن نديف هنا معلقة من السمغ العربي بس الحقيقة يعني ما كانش عندي ولكن أصل الوصفة بنحتاج سمغ عربي لزيادة الفيتامينات ولكن أنا هنا مثلا كان عندي زيت زاتون فقلت أحط عليهم كمان دهون صحية زيت زاتون أو لو عندي زيت جوز الهند الوصفة دي هايلة شعر صحي شعر بلا يعني تساقط بشرة حلوة جدا بدون تجعيد كمان مفاصل قوية ممكن كمان تضيف سمسم آآ آآ كمان مضاد للالتهاب لو عندي التهاب في الرقب التهاب آآ في المفاصل التهاب في إيدي ده بجد وصفة هايلة جدا كمان بتاخد بين يا إما تغديها الصبح تفتري بيها الصبح وناخد كباية ميا معاها يا إما بين الوجبات يا إما معلقة قبل ما ننام تمام يعني ما تبقاش بعد الأكل لأن أنا عايزة آآ آآ يعني يعني الجسم يستفيد بيها بتقول عظمي جدا جدا كمان بتساعد على تقوية الشعر البشرة تمنع التجعيد بجد بتزبط الجسم وكمان يعني بتزبط كمان تقسيم الغضاريف تمام وصفتنا كمان دي آآ حلوة جدا كمان يعني أنت مش أقل من ثلاث شهور اللي نحن ناخدها تمام يعني مش هنستخدمها مثلا إسبوع ولا تنين لا آآ على الأقل خالص نستخدمها ثلاث شهور أنا بالنسبة لي باستخدمها على طول حلوة جدا جدا آآ مفيدة شاركوا حبيبكم أمهاتكم آآ أصحابكم كل اللي بتحبوهم حبوا جسمكم حبوا صحتكم الصحة تاج على رؤوس الأصحاء دايما اختاروا أكلكم بالزاد في الزمن اللي احنا فيه وزي ما احنا بنعمل موسكات نهتم بشعرنا وبشرتنا لأ لازم نعمل حاجات بسيطة مش مكلفة برضو هتفرق مع بشرتنا وشعرنا بطريقة حيلة تنسوش الاشتراك اللايك آآ أحب جدا أشوف تعليقاتكم أحب جدا أشوف رأيكم لتطوير القناة آآ واتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا ليكم ما تبخلوش باللايك والشير وشكرا بجد بجد لكل إخواتي اللي في القناة وأصدقائي اللي في القناة اللي بيدعموا اللي بيشاهدوا اللي بيشيروا خدت بالي في ناس كتير حبيبي بيشيروا اشتركوا في القناة